الشرطة في تشارليستون بالولايات المتحدة ألقت القبض على المجرم المشتبه في كونه منفذ عملية إطلاق النار على كنيسة إمانويل مساء الأربعاء والتي أودت بحياة تسعة أشخاص سود كانوا يتعبدون داخل الكنيسة الرئيس الأمريكي عبر عن عميق حزنه للجريمة التي وقعت مرة أخرى في حق سود علي أن أقدم تصرحات مثل هذه العديد من المرات ليست لدينا كل الحقائق ولكننا نعرف أنه مرة أخرى أناس أبرياء قتلوا والآن حن الأوان للحداد والشفاء ولكن دعونا نكون صرحاء نحن كدولة علينا أن نعترف أن هذا العنف الشامل لا يحدث في باقي الدول المتطورة كنيسة إمانويل تعد من أقدم دور العبادة للكنيسة الإسقفية السوداء في جنوب الولايات المتحدة حيث أسست فيها أول أبرشية عام 1816 وقامت فيها أول ثورة للعبيد وفشلت عام 1822 ترجمة نانسي قنقر